وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أب القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الضاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجسة وطخرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الحديث سيدور بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السلسلة من البحوث حول مؤسسات المجتمع المدني في الرؤية الإسلامية ومن وجهة نظر الدين الإسلامي الحنيف وفي هذا الإطار المعرفي المتميز كيف ننظر للمجتمع وما هي حقيقة المجتمع هل المجتمع عبارة عن الأفراد والآحاد هذا رأي وإحتمال وهي مدرسة أم أن المجتمع عبارة عن المجموع بما هو مجموع أو الجمع كمجموع هذه أيضا نظرية ومدرسة أم أن المجتمع شيء آخر شيء يتركب ويتكون من العنصرين السابقين ومن عنصر آخر أيضا هناك مدرسة تذهب إلى أن المجتمع الذي ينبغي أن يكون محور القيم والأحكام والقوانين عبارة عن الآحاد وعبارة عن الأفراد فالقيمة كل القيمة للفرد هذه المدرسة الرأسمالية إجمالا في جوهرها وإن حضت وحضيت ببعض الرتوش والمكملات من القسم الثاني لكن في جوهرها مدرسة فردية وكذلك اللبرالية في إحدى قراءاتها ومدارسها وتصوراتها المجتمع عبارة عن آحاد وأفراد والقوانين يجب أن تسخر بأجمعها لخدمتهم المدرسة الرأسمالية إجمالا ترى ذلك القيمة كل القيمة للفرد فيجب أن تطلق الحريات للأفراد لكي تتفجر طاقاتهم بشكل متكامل ولكي على حسب نظريتهم يستطيعوا أن يخدموا البلاد بالمآل بشكل أفضل المدرسة اللبرالية أيضا تقول في بعض قراءاتها وعلى حسب بعض اللبراليين تقول بشيء مماثل لأن هناك قراءات مختلفة اللبرالية أو مدارس مختلفة فيها أو أسس من الأسس التي تقبل نظام فصل السلطات اللبرالية تبتني على فصل السلطات الثلاثة هذا أمر مقبول لكن من الأسس اللبرالية أو في إحدى المدارس اللبرالية يجب فاصل الدين عن قوانين المجتمع هذا أمر مرفوض قراءة أخرى للبرالية أو أساس آخر ذهب إليه بعض اللبراليين والتحرريين أن الفارد ينبغي أن يمنح الثقة المطلقة الفارد ينبغي أن يتسامح معه بشكل مطلق بشكل كامل أو شبه كامل ليست بالضرورة القضية مطلقة تماما لكن الأولوية تكون للفرد في ضمن هذه المدرسة على حساب المجتمع والمجموع كمجموع فالقوانين كلها بالدرجة الأولى عليها أن تراعي المصالح الفردية للأشخاص الرئاسمالية والليبرالية يشتركان في أن المحور الأساسي لطريقة تفكيرهم لطريقة تفكيرهم هي قضية الفرد بما هو فرد هل هذا الأساس أساس إنساني هل هو أساس إيماني هل هو أساس عقلائي الجواب له الآية القرآنية الكريمة ماذا تقول تقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إذن ليس الفرد بما هو فرد هو المحور الأول والأخير بالتشريع وإنما مصالح الجماعة متشابكة لا يصح لك أن تنظر للأفراد بما هم أفراد فقط وإنما في الرؤية الإسلامية القضية لها ثلاثة أضلاع الضلع الأول الأفراد كأفراد هؤلاء لهم قيمتهم ولهم احترامهم ولذا يقول الله سبحانه وتعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لكل فرد رأس مالح لا كالشيوعية اللي هي المدرسة الثانية المدرسة الأولى مدرسة الأفراد والآحاد والوحدات المستقلة المدرسة الثانية مدرسة المجموع بما هو مجموع الشيوعية تقول ينبغي أن يصهر كافة الأفراد في بوتقة المجتمع الكبير وعلينا أن نذيب الخصوصيات الفردية بعد ما يبقى فرد ماكو ملكية فردية وإنما الملكية للمجموع ماكو عائلة وإنما كل شيء ينحل ويتحلل ويذوب ماكو أخلاق اللاءات الخمس الشوعية المعروفة لا لله لا للعائلة لا للأخلاق لا للدين لا لرأس المال إذن المدرسة الثانية تقول القيمة كل القيمة للمجموع بما هو مجموع فنلغي الخصوصيات الفردية أن هذا الخاتم أو هذه الملابس هي ملكي هذا غلط وإنما هو ملك للجميع وهذه الدار هي لك وذلك الجهد له وهذا الكتاب لزيد وذلك البستان لعامر هذا كله باطل وإنما كل شيء لكل أحد من وجهة نظر إسلامية ثلاثة أشياء قد روعيت في الوقت الواحد يعني المجتمع يتكون من أضلع ثلاثة الضلع الأول الأحد الأفراد لهم قيمتهم ولهم حقوقهم الضلع الثاني المجموع بما هو مجموع له اعتباره هذا الجمع المجموعي وله قيمته وله أحكامه وقوانينه الضلع الثالث المجاميع اللي هي في ضمن هذا المجموع فهذه ثلاثة أمور أو دوائر متسلسلة الأفراد كأحد ثم المجاميع ثم المجموع كمجموع توضيح ذلك بالمثال حتى نعرف معنى الآية الشريفة وعمق دلالات الآية الشريفة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض توضيح ذلك بالمثال الغابة إذا دخلت في غابة الغابة تتكون من ماذا من أشجار لكن هل الغابة عبارة عن الأشجار كآخاد منفصلة الأحاد المنفصلة لا تشكي الغابة وإنما الآخاد المجتمعة المتجاورة هذه تشكي الغابة عندنا في الغابة ثلاثة أمور واحد هذه الشجرة وهذه الشجرة وهذه الشجرة وهكذا الآخاد ولكل شجرة لها شخصيتها لها جذورها لها أغصانها لها أثمارها لها الطيور التي تحط عليها وتغرد فوقها مثلا إذن هناك أحد لا يوجد ذوبان كل شجرة في كل الغابة لا الشجرة لها خصوصياتها لها شأنها لها شبابها وشيخوختها أنصح التعبير عن نموها وازدهارها ثم ضمورها وانكسارها بعد ذلك عندنا أصناف من الأشجار وفرض في هذا الجانب مجاميع من الأشجار أكوى أشجار مثلا جوز الهند هناك مجموعة أخرى أشجار مثلا أكاليبتوز مجموعة أخرى أو سلسلة أخرى من الأشجار وفرض أشجار الرمان لنفرض إذن هناك أشجار طوائف وألوان وأشكال متعددة إذن مجاميع موجودة هناك الغابة كلها عبارة عن أشجار أخاذ أشجار ثم مجاميع ثم تلاحظ الغابة كمجموعة من حيث المجموعة فإذن هناك ثلاثة أشياء مثال آخر بدن الإنسان بدن الإنسان يتركب من الخلايا كم مليون خلية توجد في بدن الإنسان عشرة تريليونات من الخلايا يعني عشرة آلاف مليار خلية كل خلية لها وضعها يمكن تموت يمكن تكون نشطة قد تكون مريضة ثم هذه الخلايا أيضا مشكلة في مجاميع مثلا سلسلة الأعصاب هذه كلها خلايا لكن خلايا عصبية مجاميع العظام هذه أيضا خلايا لكن خلايا تكون العظام ولها خصوصياتها الأخرى العضلات هذه مجموعة أخرى اللحوم مجموعة أخرى في البدن الشحوم مجموعة أخرى وهكذا وهل مجرة ثم البدن بمجمله وبمجموعه هذه كلها لها أحكام وتختلف أحيانا أحكام الفرد عن أحكام المجموعة عن أحكام الجميع أو المجموع بما هو مجموع المجتمع في الواقع يتشكل من هذه الثلاثة الأمور هي حقيقية واعتبارية أيضا إذن يقول الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات الحديث عن منه؟ عن كل هذه الآخاد لاحظوا المؤمنون والمؤمنات يعني كل واحد واحد مثل كل أشجار الغابة المؤمنون والمؤمنات زين هل هذه الحقائق منفصلة؟ يعني هذا المؤمن وهذا المؤمن وهذا المؤمن خلاص كل واحد هو وحدة قائمة بذاتها لا ارتباط لها بوسائل الوحدات لا في ضمن مجاميع بعضهم هذه كلمة بعض تشمل هم الفرد وهم تشمل المجموعة يعني أفرض زيد هذا بعض المؤمنين فهو ولي لسائر المؤمنين العائلة هذه بعض المؤمنين فهي مسؤولة عن سائر العوائل وعن المؤمنين الآخرين العشيرة هذه يصدق عليها بعض المؤمنين هذه العشيرة أيضا مسؤولة عن سائر العشائر وكذلك النقابة الحزب الاتحادات وما أشبه ذلك من التجمعات إذن كلمة بعض تنطبق على الفرد الواحد كما تنطبق على المجموعة فالمسؤولية إذن متجهة للفرد بما هو فرد فهو ولي ومسؤول ومتجهة للمجموعة بما هي مجموعة فهي أيضا مسؤولة مثل مجموعة الأطباء أو لا مسؤولون الطبيب بما هو طبيب مسؤول لكن أحيانا هناك مسؤوليات لا تتأتى من الطبيب الواحد لازم كل الأطباء يتعاونون لكي يستطيعوا القضاء على الوضاء الفلاني أو العلماء هذا العالم مسؤول وهذا العالم أيضا مسؤول لكن هناك بعض الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي لا يمكن القضاء عليها إلا بتعاون جميع العلماء ما جاميع من العلماء أو جميعهم كل الخطباء أو كل المؤلفين أو كل المفكرين أو ما أشبه ذلك إذن والمؤمنون والمؤمنات هاي المؤمنون جمع محلة بأل إذن تفيد ماذا؟ كل الأخاد ثم بعد ذلك تغير الله فتصار بعضهم البعض ينطبق على الواحد كما ينطبق على المجموعات هذه المجموعة هذه المجموعة تلك المجموعة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض معنى الولي إن شاء الله سيأتي لاحقا لكن في هذه العجالة نقول بعضهم يدبر أمر بعض يدير أمر بعض يقوم بأمر بعض أو حتى بعضهم ينصر بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وسيأتي الحديث عن هذه المقاطع اللاحقة من الآية القرآنية الكريمة لاحظوا الفرق أين يظهر عندما نقول بأن المقياس هو الفرد النتيجة تصير أن مصالح الفرد لو اصطدمت بمصالح المجموع فهي المقدمة بل قبل ذلك هذا الفرد يصير هو المحور ما إلى مسؤولية تجاه المجموع انتهى الأمر يكون مثل ذاك الإنسان اللي كان يعيش في بلد قسم كبير من الناس فيه ماءات الألوف من الناس يعيشون في الصفيح بلد صغير هو بيوت الصفيح لكن هذا الإنسان التاجر المعروف كان قد صنع قصرا لنفسه قصر فخم الغريب أن باب القاصر جعلها من الذهب الخالص في الوقت اللي الناس في نفس ذاك البلد وهو بلد صغير يعني نفوسه ما تتعدى الملايين الألوف منهم عشرات الألوف وربما مئات الألوف يعيشون في بيوت الصفيح والتشينكو وما أشبه ذلك باب القصر من الذهب الخالص بل الأغرب من ذلك تكرمون الحمام يعني التوالية المرحاض هذا أرضية المرحاض صنعها من الذهب الخالص هذا معناته محورية الفرد لا عليه بالآخرين هو هو المحور هو الأول هو الآخر هو أو ذاك الإنسان الآخر الآن في كثير من الدول في المستشفيات هكذا القانون أنه المريض عندما يأتي إلى المستشفى لا تجرى له العملية الجراحية إلا بعد ما يعطي المبلغ أو يعطي الشيك اللي يعادل مبلغ تلك العملية هكذا كثير من الدول وضعهم من هذا القبيل أنه إدارة المستشفى أصدرت قرارا بأنه لا يقبل مريض إلا بعد ما يعطي المبلغ في قضية العمليات الجراحية وما أشبه ذلك هذه القضية طريفة حدثت في إحدى هذه البلاد الإسلامية طبيب معروف بنى مستشفى خاصة على أحدث ما يكون وأيضاً مش هذا القانون اللا إنساني لأن المحور هو المحور منافع الشخصية معلو بالآخرين بنى هذه المستشفى على هذه الطريقة أنه أي مريض إذا يجيبه ويحتاج له عملية جراحية عاجلة أو غير عاجلة لا تجرى له العملية إلا بمبلغ مسبق قد دفع أو بالشيك الطبيب هذا في يوم من الأيام كان في مكان آخر وإذا طفل سيارة ضربة قريب من هذه المستشفى يجيبه المستشفى كان يحتاج لها عملية عاجلة لإنقاذ حياته كان عنده نزيفة أو أي شيء آخر الأطباء امتنعوا قانون من مدير المستشفى عام أنه يجب أن يدفع هذا المبلغ زيان العابرين اللي جابوا هذا الطفل لم يكونوا من أقربائه ولعله ما كان يملكون هذا المال قالوا إذا أنتم مشوا الأمر الآن بعدين نعرف منه أبو ومنه أمه كيف قالوا لا قانون المهم تباطئوا في الأمر وتباطئوا حسب القانون لأن الطفل مات أمام عينها هكذا مع موته الطبيب اللي هو المؤسس المستشفى دخل وجاء إلى ذاك القسم بمناسبة أو دون مناسبة لعله استدعى وإذا يشوف هذا ابن هذا الطفل المضروب كان ابن فلا طمع على رأسه قالوا ليش أنتم ما أسعفتوا هذا القانون أنت وضعته وكم من الناس قبل ذلك ماتوا وكم من الناس بعد ذلك سيموتون الآن اللي أنت ذقت العذاب والألم ورد الفعل العكسي تعرف كم هي الجريمة الرأسمالي هكذا الأناني هكذا المحتكر هكذا المحتكر لا يفكر في صالح المجموع يفكر في نفسه أما الآية الشريفة تقول لكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قاعد يراعي المجموع لك رأس مالك إذن أنت كفرد لك قيمة لك قانون لك ملكية فردية لكن شنو في إطار آخر أوسع يعني هناك تشابك بين المصالح الشخصية والمصالح النوعية العامة لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلم بأن تجحف بأن تحتكر بأن ترابي ولا تظلمون بأن يؤخذ منك أكثر من الذي ينبغي أن يؤخذ منك لا الضريبة الشرعية هي الخمس أو الزكاة أو الجزية أو الخراج لغير المسلمين أكثر من ذلك لا هذا حق المجموع بهذا المقدار وحقك بذلك القدر إذن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذه الآية تؤسس الأساس النظري الواسع لمؤسسات المجتمع المدني لأنه مؤسسات المجتمع المدني لولا إيماننا المسبق بأن هناك قانون أسمى يحكم الأفراد وهو قانون التماسك والتقافل الاجتماعي إذا أحنا من نؤمن بأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ولا أن البشر يجب أن يتعاون بعضهم مع بعض إذن بأي مناسبة تكون هناك مؤسسات تخدم المجموع وتتعاون فيما بينها بأي مناسبة يكون هناك مجتمع مدني لا مو مجتمع مدني وإنما كل فرد فرد مو هي غابة وإنما هذه الشجرة وهذه الشجرة وهذه الشجرة المجتمع المدني يتضمن في مفهومه حالة من التماسك وحالة من التعاون وحالة مجاميع هذه المجاميع يتكامل بعضها مع بعض هذا هو الأساس النظري أو الإطار العام لفكرة المجتمعات المدنية أن هناك حالة من المسؤولية المتقابلة بين قافة أطراف هذا المجتمع الآن لا بأس أن نشير إلى تعريف للمجتمع المدني طبعا المجتمع المدني ذكرت له تعريفات كثيرة يمكن عشرات التعريفات ذكرت له لكن هذا الآن ليس موطن الشاهد نذكر تعريف ثم بعد ذلك في البحث القادم سنتوقف عند نقد بعض مواد هذا التعريف في هذا التعريف يقول المجتمع المدني يقع بين الأسرة والدولة عندنا أفراد فوق الأفراد أسرة وعوائل هذه ما تعتبر من المجتمع المدني المنظمات الوسيطة بين الأسرة وبين الدولة تعتبر حسب هذا التعريف المكتوب في عام 1812 لأحد أشهر فلاسفة الغرب المجتمع المدني يقع بين الأسرة والدولة هذه المنظمات الوسيطة مثلا النقابات اتحادات أحزاب وغير ذلك جمعيات خيرية وإنه يتكون من الأفراد والطبقات البعض ما يوافق على كلمة الأفراد والطبقات والجماعات والمؤسسات وتنتظم كلها داخل القانون المدني تعريف آخر مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف تعريف آخر مجمل التنظيمات الاجتماعية التطوعية غير الإرثية وغير الحكومية سنتحدث لاحقا عن عدم دقة هذه التعريفات في المنظر الإسلامي بإذن الله مثلا نحن لا نرى أن هذا القيد صحيح الغير الإرثية فلتقن تلك التنظيمات إرثية مثل العوائل نعدها من مؤسسات المجتمع المدني ومثل العشائر نعدها أيضا من مؤسسات المجتمع المدني غير الإرثية وغير الحكومية والحديث طويل في هذا الحقل لكن الآن تكفينا هذه الإشارة إلى أن نصل في البحث القادم إلى النقد وتقييم هذه التعريفات لكن هذه التعريفات حتى الآن مجملها أن تلك المؤسسات الوسيطة التي تقع أسفل من الدولة وأعلى من الأسرة هذه المنظمة النوادي الشباب مثل أفرض دور العبادة النقابات والاتحادات وغير ذلك هذه كلها تعاد من مؤسسات المجتمع المدني منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان منظمات الدفاع عن المساجين والسجناء وغير ذلك نحن الآن كلامنا في الأساس النظري الشرعي لهذه الفكرة أو لهذه المعادلة مؤسسات المجتمع المدني الآية الشريفة تشير وتوضح الإطار العام والفلسفة النظرية أو البنية التحتية لفكرة المجتمع المدني حيث تقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الروايات الشريفة أيضا ترشدنا إلى هذا المعنى أن الأفراد كل فرد فرد له مسؤولية تجاه الآخرين لا يصح لهذا الفرد أن يتصور نفسه يعيش في جزيرة منعزلة لا لا كل فرد له مسؤولية تجاه سائر الأفراد وله مسؤولية تجاه المجاميع وله مسؤولية تجاه المجموع وهذه نقطة سنشير لها لاحقا لكن لنقرأ بعض الروايات ها هنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قضى لأخيه المؤمن حاجة إذن هناك حالة من التكامل والتقافل والتواصل والإحساس بالمسؤولية من قضى لأخيه المؤمن حاجة فكأنما عبد الله دهره يعني العلاقة بين العبد وبين الخالق تمر فيما تمر عبر العلاقة بين العبد وأخيه لاحظوا الروع في هذا الحديث من قضى لأخيه المؤمن حاجة هاي العلاقة هذا التشابك هذا التشاطر في الحاجات وفي قضاء الحاجات فكأنما عبد الله دهره خمسين سنة سبعين سنة يصلي ويصوم هذا شنو قضاء حاجة واحدة لمؤمن كأنها هي تلك العبادة هكذا لاحظوا إذا هذا الأساس مشى في المجتمع يبقى هناك فقير يبقى هناك يتيم مطرود ومقهور ومستضعف رواية أخرى قال صلى الله عليه وآله من مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار قضاها أو أو لم يقضها يعني قدر أو ما قدر المهم ساعة كان خيرا له من اعتكاف شهرين آكد الرواية الأخرى ونختم بها الحديث من مشى في حاجة أخيه المسلم أظله الله بخمسة وسبعين ألف ملك ولم يرفع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه بها سيئة ويرفع له بها درجة فإذا فرغ من حاجته كتب الله عز وجل له بها أجر حاج ومعتمر إذا هذه الرواية الإنسان يلاحظها ما رح تبقى حاجة معطلة في المجتمع المجتمع سيكون مجتمعا مثاليا كأسمى ما تكون المثالية المؤسسات المجتمع المدني بالمفهول المعاصر في النوم وفي الأحلام ما تشوف هذا المستوى المتطور من المجتمع المتكافل والمتكامل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين